يقول لي بالغ ما احنا عد علينا انتخابات في 11 و 12 ومجالس نيابية وانتخابات رئاسة وبعد كده كذا مرة عدت علينا انتخابات اشمعنا المراضي هقول لحضراتكم اشمعنا المراضي لان الضغوط والوضع اللي بتوجه مصر المراضي هو وضع شديد التعقيد وشديد الصعوبة اه كان عندنا ارهاب وتغلبنا عليه اه كان عندنا اشكاليات وتغلبنا عليها لكن الاشكاليات هذه المرة مختلفة وفي صياق الكلام هقول لحضراتكم ليه مختلفة بس خلونا نتكلم بالمصطلحات القانونية عشان كلنا أو الدستورية بمعنى أصح عشان كلنا يبقى عارفين اللي بتوجهوا بلدنا إيه وبعد كده نبسط الأمر عشان يبقى كل واحد فينا عارف دوره ومفيش واحد من السبعة وستين مليون مصري طبعا جزء منهم في الخارج قدل بقى صوته في الأسبوع اللي فات والباقي في الداخل أنحاء جمهورية مصر العربية يبقى عارف أن صوته ليه أهمية وليه تأثير في هذه العملية أو في هذا الاستحقاق الدستوري إحنا عندنا في مصر نظام رئاسي جمهوري ديمقراطي السيادة فيه للشعب وحده يمارسها ويحميها الدستور وبيقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون ويرتجز على التعددية الحزبية والسياسية أهم التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية والقيادة السياسية في هذا التوقيت هي التحديات الاقتصادية والأزمات الاقتصادية عشان ما نروحش بعيد اللي كلنا بنعاني منها اللي بقى لنا فترة حتى هذا اليوم كلنا بنعاني منها ولكن هذه التحديات لن تنتهي وهذه التحديات مشكلة عنصر ضغط على المواطن المصري وعلى الدولة المصرية لما يبقى عندي وعي في المواطنين ولما يبقى عندي الشاب اللي كمل 18 سنة ينزل يدلي بصوته مع والديه لما تبقى عندي المرأة بدورها العظيم لما يبقى عندي ذوي الأعاقة بكل التسهيلات اللي هنقولها لحضراتكم اللي تسهلت لهم عشان ينزلوا يقولوا بأصواتهم يبقى كم التحديات دي هنقدر نتغلب عليها التلاعب في الوعي عندنا وصناعة الأزمات في الداخل والخارج مستمر ناس كتير مش من مصلحتها جهاد بقى دول منظمات أي حد وانتوا حضراتكم شايفين وعارفين ولو سألتوا أي حد في العالم ايه أكتر منطقة ملتهبة في العالم هيقولك الشرق الأوسط طب ايه أكتر دولة حواليها مناطق ملتهبة في العالم هيقولك مصر وضع غريب ووضع شديد الصعوبة عشان كده بقول لحضراتكم الضغط على مصر واللعب على الوعي المصري في هذا التوقيت بالغ الحساسية انت عندك ليبيا بما تعانيه من إشكاليات من 2011 عندك السودان واللي زاد عليها من مستجدات في الشهور اللي فاتت عندك الوضع في غزة من يوم 7 أكتوبر وما يشهده الوضع هناك من وضع متردي ومحاولات للتهجير القصري ويعني الدفع بالإخوة الفلسطينيين تجاه الحدود المصرية في ظل هذه التعقدات بنواجه مشاكل من جوه آه بنواجه مشاكل في الأسعار والاقتصاد واللي حصل في الفترة ده فاتت من بعد الكورونا وقزمة حرب روسيا وأوكرانيا وبعض الشبكات المصالح والفساد زي اللي الدولة مسكتها والأجهزة الرقبية مسكتها عشان كده وعينا فهذه المرحلة هو أمر مهم جدا وعينا اللي هو إيه إن حضرتك وأنا وعيالنا اللي ليهم أو ولدنا يعني تحديدا عفوا يعني اللي ليهم حق إن هما ينزلوا يدلوا بأصواتهم وأهالينا وكل اللي من له حق بالإدلاء بصوته ينزل يختار أنا مش بقول لحضرتك انزل اختار حد معين عندك أربع مرشحين عندك فرصة إنك تنزل تقول ليه لما العملية الانتخابية دي بتتم بالشكل الدستوري اللي بيبين قد إيه الشعب ده عارف مصلحة بلده دي رسالة للعالم كله بتكمل دور القيادة السياسية المصرية بتكمل دور الدولة اللي بتعمله في مواجهة وتحدي الأدمات لكن لما يبقى الإقبال لقدر الله وده طبعا مش هيحصل ضعيف أو المشاركة فيها ضعيفة بأسباب عدة بتصطنع وبتصطنع أحيانا هو ده اللي هم عايزين وعشان كده بقول لحضرتكم هذا الاستحقاق الدستوري وهذه العملية الانتخابية هو أمر بالغ الأهمية لنا كلنا من فضلك جنب بيتك اللجنة كل التسهيلات ممكنة حتى دوي الأعاقة بكل أنواع الأعاقة كبار السن احنا شفنا قبل كده يعني يمكن كمان في الاستحقاقات الدستورية الأخرى بتبقى على كذا يوم لا ده المرة دي تلات أيام ومن تسعة لتسعة وحضرتك كمان هي كلها مرحلة واحدة مفيش كذا مرحلة المرحلة قبل كده كانت بر مصر والمرحلة التانية الناخبين في الداخل والخارج عشان كده هتنطلق بكرة العملية الانتخابية لمدة تلات أيام عندنا 11.631 لجنة بداخل 9.376 مركز انتخابي بيصرف على هذه العملية الانتخابية 15.000 قاضي الأوراق الطبعت واتسلمت اللجان للشرطة لتأمينها والجيش لتأمينها وضعت الهيئة الوطنية في الاعتبار طبعا كبار السن والمعوقين ودوي الأعاقة وكل حد بيبقى بالنسبار والعملية صعبة شوية حتى اللي بيعانوا من ضعف أو ضعف السمع برضو اتعامل حسابهم كل ده بيسهل لحضرتك مهمة ان انت تنزل تدلي بصوتك في الانتخابات